قال رئيس مجلس السيداني عبد الفتاح البرهان إن لا خلاف بين السودان وأثيوبيا حول سد النهضة وأن البلدين متوافقين ومتفقين حول كافة قضايا السد وأوضح البرهان خلال الجلسة أو جلسة المباحثات المشتركة مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية فيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين من جانبه قال أبي أحمد إن سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان وسيعود عليه بالمنفعة في مجال الكهرباء مبينة قضية الحدود بين البلدين بأنها قديمة ويجب الرجوع إلى الوثائق لحلها داعيا السودان لتقديم أثيوبيا للعرب والأفارقة بحكم موقعه التاريخي نحن دوما نسعى لأن تظل أثيوبيا موحدة أثيوبيا قوية وهم يبادلون هذا الشعور أيضا يريدون أن يروا السودان أيضا موحدا قويا يعبر إلى مصاف أو إلى تحقيق أمنيات شعب نحن بنحييهم ونحن اتفقنا في كل الأمور كل ما نقشناه من أمر لم نجد أي اختلاف أو أي خلاف في أي من أمورنا وهي كلها نريدها أن تصوب في مصلحة الشعبين لتقوية هذه العلاقة بين الدولتين الجارتين الشقيقتين